موجز الأخبار من المحور أهلا بكم تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرو وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي أن الاتصال جاء في إطار التشاور المستمر بين الرئيسين بشأن الأوضاع في قطاع غزة حيث تم استعراض نتائج الاتصالات والتحركات الدبلوماسية الدولية والإقليمية لاحتواء الموقف وأكد الرئيس السيسي ضرورة تكسيف الجهود لوقف إطلاق النار لحماية المدنيين وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق أو إبطاء واتفق الرئيسان على استمرار التنسيق والتشاور بشأن تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط والعمل على حس الأطراف على إيجاد سبل لحل الأزمة وصولاً لإحلال السلام وتطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها خلال شهر أكتوبر الماضي حيث طلقت المنظومة 147 ألف شكوى وطلب واستغاثة وأكد رئيس الوزراء ضرورة بزل أقصى جهود ممكن في فحص وتوجيه الشكاوى لجهات الاختصاص ومتابعتها لتحقيق أفضل استجابات ممكنة بالتوازي مع جهود الحكومة للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية وتزليل المعوقات التي قد تواجه المواطنين عقدت الدكتورة هالسعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعا مع فريق بنك ستاندرد تشارترد الذي حصل على رخصة جديدة للعمل في السوق المصرية وأكدت الوزيرة دعم الحكومة المصرية للقطاع الخاص المصري والأجنبية وتشجيع أجهزة الدولة كافة للاستثمارات في القطاعات المختلفة وعلى رأسها القطاع البنكي الذي حقق نجاحات كبيرة في مصر ويعد أحد أبرز قطاعات الاقتصاد المصرية بحث الدكتور محمد معيت وزير المالية سبل تعزيز التعاون مع وزير المالية والتخطيط بجنوب السودان باك برناب شول في المجالات الاقتصادية والمالية وقع الوزيرين مزكرة تفاهم لتوفير الدعم الفني في السياسات المالية لدولة جنوب السودان خلال الفترة المقبلة وأكد الدكتور محمد معيت أننا حريصون على تقديم كل الدعم لأشقائنا في جنوب السودان خاصة في المجالات الاقتصادية والمالية وأضاف أننا مستعدون لنقل خبراتنا في تطوير وميكانة المنظومتين الضريبية والجمركية لما لذلك من تأثير إيجابي واضح في تعزيز الحوكمة ودمج الاقتصاد غير رسمي وتيسير حركة التجارة وكذلك تطوير إدارة المالية العامة للدولة يلتقي في الرابعة عصرا فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مع نظيره سيراميكا كيلو باترا على ملعب المقاولون العرب في مباراة مؤجلة ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الممتازة ويتواجد النادي الأهلي في المركز السابع بترتيب جدول الدور الممتاز براصيد تسع نقاط فيما يحتل سيراميكا كيلو باترا المركز الثالث عشر براصيد سبع نقاط يلتقي في السابعة مساء اليوم فريق نادي الزمالك مع منافسه بيرامدزا في إطار نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضي على ملعب استاد القاهرة وكان الزمالك التهل إلى الدور نصف النهائي ببطولة كأس مصر على حساب المقاولون العرب في الدور ربع النهائي بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف ترجمة نانسي قنقر